موسيقى السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعة حال النهاردة انا هجاوب على الاسئلة اللي جات امبارح الجمعة في البت المباشر بسرعة كده هرد على الاسئلة جميعا وهركز على الاسئلة اللي انا مقدرتش ارد عليها اثناء البت المباشر فيلا نبتدي اول سؤال هنا من واحد اسمه شيهاب لو العلاقة تمت من ثلاث سنين ايه التحليل اللي الواحد يعمله عشان يتطمن يعمل تحليل HIV ولا كومبو لا تعمل HIV انتيبودي ده الانتيبودي ما بيروحش ابدا بيتنته موجود في الجسم طالما الانسان مصاب الكمبو هيظهر برضو ايجابي لانه هو عبارة عن انتيبودي وعبارة عن انتيجي بس ليه تعمل كومبو انت تلات سنين تعمل الـ HIV انتيبودي الرخيص الاستاذ اح عبد الكريم هل ممكن الاعشاب تقتي للهيربس فيروس ممكن الاعشاب تقتي للهيربس ممكن انها تأثر عليه ممكن يكون فيها مكونات ما نعرفش طبعا عشان ما نعرفش ايه هي الاعشاب اللي انت بتتكلم عليها لكن ممكن يكون فيها مكونات توقف نمو هذا الفيروس بس زي ما قلنا قبل كده الاعشاب ديت مكونات فيها مكونات مفيدة وفيها ممكن احيانا امور او مكونات ضرق او ربما سامة فلازم اللي ياخد حاجة عشبية اخدها من شركة معتمدة مشهورة ذاته سمعة طيب عشان ما يعرضش نفسه لمشاكل اللي كي اوفيشيال ده الاخ اللي قال ان عنده بيعزف اللي كي اوفيشيال بيقول طب ماشي عنده 8000 مشترك ربنا يزيد ويبارك يا استاذ اللي كي اوفيشيال ده فيديو رابط الفيديو بتاع الاسلوب الحياة الصحي الاستاذ احمد عبدالخالي شايمة حمدي تحليل جوزي 2 مليون طبعا بتتكلم علماني والحركة صفر هو كان عامل الدوالي من سنة ودلوقتي عامل اشاعة تاني طلع عنده دوالي ناحيتين درجة تالتة وتانية يعملها تاني ولا لا وهل ينفع حقن بالحركة؟ حقن بالحركة مع العلم ان تحليل هرمونات اقل من واحد كانت مكتوبة كلمة واحد بس مش عارف رحت فيها المهم هو الراجل التحليل الماني ضعيف انا مفهمتش حكاية هل ينفع حقن بالحركة؟ يعني مش فاه المهم لتحليل الماني بتاع اخونا ده اعتبر ضعيف جدا 2 مليون بس طالما نظريا ممكن بس الحركة صفر محتاج طبعا لو عنده دوالي لازم طبعا الدوالي دي تنتهي خالص يستشير الدكتور الجراح متهيق للمفروض لو هو كده يعمل الدوالي تاني وإيه اللي رجع الدوالي اكيد هو اهمل يعني اهمل في اسلوب الحياة بحسر دوالي رجعت المفروض انها ما ترجعش تانية في الغالب فخليه استشير يا ست الدكتور اللي عمله العملية الاولانية ويشوف رأيه ايه لانه مش قادر قفتي كده غيابي دكتور اتش ام محمد الدكتور الفاضل بعد اخذ الجرعات الثلاثة للفيروس به كيف نتأكد ان الجرع مفعولها كويس وكده وهي فحص نعمل اللي بنتأكد بعد الجرعات الثلاثة بنعمل فحص الانتيبودي هيكون ايجابي بعدها سري هاليل اتش بي اس انتيجن سبعة تلاف و اتش بي اس نيجاتيف انتي اتش بي اس طبعا الانتيبودي طالما الانتيبودي موجود يبقى اذا الانتيبودي اكيد ده سلبي والاتش بي اي انتيجن نيجاتيف معناها ان لا يعدى الاخرين وهنا برضو علامة كويسة الاتش بي اي بوستيف يعني برضو عنده مناعة ضد الانفلوب اللي هو بيسبب انتقال العادل اتش بي اسي توتل اللي هو المضاد بتاع السي طبعا لازم يبقى ايجابي بس ايه هو الايجابي هل هو الاي جي ام لا الاي جي ام نيجاتيف يبقى الاي جي جي هو الايجابي ماذا تعتمد عني ايجابي باشا صور للدين دكتور كنت قد اوضحت لي عن موضوع الشيشة اما قلت له طبعا الشيشة ما بتنقلش العدوى لفيروس الايد سؤال اليوم دقة فحص الانتيجين والانتيبودي بعد واحد وعشرين يوم بعد واحد وعشرين يوم الانتيجين انتيبودي اللي هو كومبو بيزهر ومؤكد ان شاء الله طبعا اكثر تأكيدا بعد ثلاثين يوم اتنين واربعين يوم برضو اكثر تأكيدا احمد مصطفى هباطايتس بي فيروس دي انه فيرل اربعتاشر الف اربعتاشر الف ولا الف ربعمية خمسة وعشرين انترناشنال يونت هو يعني بنبتدي نخاف من بعد الالفين انترناشنال يونت ديت كده تعتبر على الحدود يا احمد مصطفى الاستاذ احمد عبدالخالق كل ما يخص دوال الخصية بالتفصيل وده الرابط بتاعها احمد مصطفى الرابط ديت موجودة تحت هذا الفيديو ان شاء الله هنسخ لكم هذا الكلام وحطه تحت الفيديو باذن الله لما ننشر وهيتنشر الفيديو باذن الله تعالى اليوم لانه رد التفاصيل اللي انا بس المباشر اللي انا عملته مبارح وما قدرتش ارد على كل الاسئل انا عندي كابت بما هو وضع حسب هذا التحليل احمد مصطفى واحمد مصطفى بعد تحليل قبل كده احمد مصطفى قلت ردت عليك يا احمد وقلت لك ان 1425 يونت ديت المفروض يعني احنا بنخاف بعد 2000 يونت لكن هذا الوحدة بنقيمها اعتمادا على تحليل اخرى اعتمادا على الكبد هل فيه تلايف ولا واعتمادا على انزيمات الكبد هل عالية ولا لو الحاجات دي متأثرة وعالية يبقى ازم لازم تاخد علاج لو سليمة ما بتاخدش علاج وتتبع اسلوب الحياة الصحة هيسم النجار انا عامل تحليل فيروس بي في ايطاليا النتيجة اقل من 1% والنتيجة سلب هنا في مصر عملت تحليل بين نتيجة سلب لا مش هتزيد ان شاء الله طالما سلب مش هتزيد حوس حسن العراقي سلام عليكم عملت تحليل HIV بعد 42 يوم HIV انتيبود وسلمون للتحليل كاتبين فيه نيجاتيف انتيجين انتيبود انتيجين انتيبود يبقى ده كومبو هل مدة كافية اه 42 يوم مدة كافية بالنسبة لانتيجين انتيبود فايصل علي نسأل الله اني الله يخليك ده ماشا ابراهيم بشير عفوا دكتور ممكن رقم الواتس ما احنا قلنا اخواننا التواصل هنا احسن بكتير والاستاذ احمد برضو بعد التستيسرون لان كان فيه واحد بيسأل عن هرمون التستيسرون رابط الهرمون التستيسرون الناس اللي تمها الموضوع تبتدي تضغط على الرابط من تحت الفيديو وتشوف الفيديو علي محمد شون اعرف الواتس المهم ده برضو بيسأل عن التواصل الشخصي محمد 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 من فضلك هل التحليل بعد ثلاثة او خمسة لا بعد ثلاثة شهر كفاية بعد ثلاثة شهر شهاب من ثلاثة اربع سنين كان ساعتك قصف بسيط جدا عدنان يعمل التحليل المضاد اللي هو ايه الاجابة يعمل الHIV انتيبودي انت لسه فاكر من ثلاثة اربع سنين يا شهاب ماشي الاستاذ احمد الاجابة الخاصة برمون التستيسرون اهو حاطط لكم الربط عدنان اعيش مع شخص اشك ان لديه المرض علاقاته متعددة هل هناك طريقة لو كان لديه يعوديني يعني يستخدم فرشات اسنان مش واخد بالي انت عايش مع شخص ايه يعني يعني صاحبك في شقة راجل زيك ولا عايش معاه معاشرة لو معاشرة جنسية ممكن اعديك لكن لو شخص عادي بدون معاشرة جنسية عمره ما يعديك بأي شكل من الاشكال الاستاذ احمد مرة تانية السيلان الرابط اللي تحت ده بتاع السيلان الناس اللي بتسأل على السيلان رديت عليك عدنان قلت مفيش حاجة بتنقل العدوى وانت هتستخدم فرشة اسنان هتستخدم يعني لو صاحبك معاك يا عدنان هتستخدم فرشة الاسنان بتاعته ولا شفرة الحلقة ايه الموضوع بالزبط تخلوا الاسئلة يعني منطقية هو فيه حد بيستخدم شفرة حلقة واحد تاني او فرشة اسنان الايام دي شيهاب بيسأل تاني وهل هيبان المرض في تحليل تحليل بيبان في الايدز حتى لو بعد عشر سنين طالما المضاد المضاد بيبان ما هو علاج سرعة القصف اظن فيه فيديو عن هذا الموضوع يا ريت تشوفوا يا استاذ شايمة حمد يا دكتور قصدي انه عمل الدوالي من سنة ديت اللي كان جوزها عمل دوالي والعدد المني بتاعه مش كويس ورجعت له تاني الدوالي العدد قال لي خالص بعد العملية التانية ولا ينفع حقن مجهري الحقن المجهري لازم يبقى فيه حركة انت بتقولي الحركة صفر ما ينفعش طبعا في الحقن المجهري بياخدوا المني اللي حركته كويس وشكله طبيعي وبيحقنوه بيفرزوا المني طبعا فلو الحركة صفر ما ينفعش حقن المجهري في هذه الحالة التحليل مبكر لفيروس الاز اللي يهمه الموضوع الرابط اقول له استاذ احمد عبدالخلق حاط روف يا مالك عندي فيروس بيه خامل والتحليل تثبت ان منع تفتحسه وارجوك الاجابة على ايه بقى اجابة على ايه ما انت مسألتش عشان اجاب المناعة بتاعتك الفيروس بيه خامل كويس يبقى خير وبرك استمر على النظام اللي انت فيه اتبع اسلوب حياة صحية عشان تحافظ عليه على الفيروس بيه خامل دايما بولا بيرول بولا بيرول دواء السيبرو فلوكسسين لسالان كويس شوف فيديو سالان وانت تعرف الاجابة انا الدواء ده ما قلتش فيه انه كويس الادوية دي كانت زمان كويس لكن دلوقتي فيه ادوية معينة وذكرناها وطريقة معينة للعلاج ذكرتها في فيديو السالان شوفوا الله يخليك خليل محمود من سوريا انا متزوج العشرة سنين مش عندي اولاد بسبب كان عندي دواء للخصيتين عملت عملية بعد ثلاث سنين بعد ثلاث أشهر عملت تحليل الحيانات المانية ونتيجة بيطلع صفة كمان فيه بعد احيان الوجع وتغرم وحمر يا سيدي بالنسبة يا اخوانا وطبعا الدوالي بتأثر على الماني مفيش شك لكن مش هي السبب الوحيد هو ممكن واحد يكون عنده دوالي والماني عنده تحليل هو مش كويس بس ما تكونش هي الوحيد السبب ممكن يبقى فيه اسباب اخرى هرمونات او الغدد عنده البتويتري او الهايبوطالة ما الى ذلك كل دول ممكن يؤثروا على قدرة الانسان على انتاج الحيوان الماني الحكاية ديت بتحتاج صبر وبتحتاج متابعة وتحليل متكررة الى ان ربنا يوفق الانسان علي احمد انا من اسبوع عملت علاقة جنسية بمعنى ديتني وجهة وانا وجهة ومش عارف ايه المهم اه كده يعمل امورها هي بتخرج ما بتخرجش ما يخصناش ايه المشكلتك ايه هل لو مهي مصابة ممكن تنقل العدوى اه ممكن وانت ترايح من افسك بانك تعمل التحليل ولو عايش معه على طول لازم تعمل التحليل كل شوي او تستخدم الكبوت لو انت عايش معه عملت عملت تحليل اسمه كذا اتش اي في واحد اتنين انتجين بي تونتي فور بعد خمسين يوم بعد خمسين يوم ده كويس جدا جدا طلع سلبي خلاص حمد الله احمد ربنا انت سليم ام ماريم عندي التهاب فيروس بيه واخست علاج لكن السؤال هل يحدث عندي وجع هو يحدث عندي وجع في الرأس واحيانا خمول ما تفسير ذلك تفسير ذلك ان انت مش متبعة اسلوب صح في الحياة اتبع اسلوب الحياة الصحي السليم وانت تبقي زي الفول حسين عباس حسين عباس بيسأل سؤال بيقول انا عندي التهاب في القضيب والخصيتين وعملت تحليل اتز بعد خمس شهور وطلع سلب طب كويس خلاص سليم وازل التهاب من ثلاث شهور وخاصت عدة ادوية بدون فايدة يبقى فيه حاجة غلط الادوية مش مناسبة الالتهاب ده سببه ايه الالتهاب في القضيبين ولا في البربخ ادوية لو مناسبة بتجيب نتيجة مع اتباع اسلوب حياة صحي سليم سامي بو دي ما هو حجم الغضض اللينفوية لمريض الاتز مفيش حاجة اسمها حجم الغضض اللينفوية الغضض اللينفوية دي بتورم تاخد اي حجم ممكن تاخد حجم كبير ممكن تاخد حجم صغير مفيش مقياس الاستاذ محمد جواد ابن حسام من سنة تقريبا ابن الاستاذ محمد جواد ابن حسام من سنة تقريبا ياخد حبة انتي كافير واحد ميلي جرام يومين ما رأيه هل له تأثير معين لا ان شاء الله ما لهش تأثير طالما بياخد هذا العلاق وبيتابع بالتحاليل على الكلا والكبد ما فيش تأثير بإذن الله تعالى وربنا يشفيه ويعافية رب انت راجل طيب ومحترم يا استاذ محمد وبإذن الله ما في منتظرك إلا الخير اه موهي لول انا عندي سلان وعملت جنس واللي مارست معاه اكيد هيكون انصاب لا يا سيدي مش شرط بس طبعا احتياطي احنا ما بنيدي علاج السلان بنقول شريك البناء ادم مراته او كده لازم برضو ياخد العلاج العلاج لازم يتاكد للتنين سيان انت متأكد انه انصاب او لا ماشي وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من جميع الامراض ونشوفكم بخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته